ماذا يحدث عندما نموت؟ الحقيقة المؤكدة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها هي أننا كلنا سنموت الحقيقة التي لا يستطيع أن ينكرها أحد أن الموت قادم وأن كل البشر سيموتون بما أننا مقبلون على هذا الموت ونرى بأعيننا كل يوم أناس يموتون موت مفاجئ في حادث في حرب في زلزال في أعصار يموت بسرطان يموت نتيجة مرض معين ولكن الكل يموت ونراهم بأعيننا أنا سأخوض تجربة الموت حقيقة وسأنتقل من عالم الحياة الذي أعيشه الآن إلى عالم البرزخ طيب ألا تستحق ألا يستحق ذلك أن أهتم بهذا الموضوع؟ أما الذي ينتظرني؟ يعني أحدنا أيها الأحبة إذا أراد أن يذهب في رحلة لمدة ثلاثة أيام فقط فإنه يعد ويجهز ويسأل نفسه ماذا سأفعل؟ بمن سألتقي؟ كيف سأعيش في هذه الفترة؟ ما هو الأمر الذي ينتظرني هناك؟ طيب إذا كانت رحلة مدتها ثلاثة أيام نجلس ونفكر فيها بهذا الشكل طيب ما بالكم أيها الأحبة برحلة مدتها إلى يوم القيامة؟ ومؤكدة مئة بالمئة وتوقيتها غائب عنها يعني لا أحد يستطيع أن يعلم متى الموت قروا معي أيها الأحبة إلى هذه الدراسة سأقرأها عليكم لتدركوا ماذا سيحدث معكم في غمرات الموت قبل ذلك دعوني أقرأ هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت طبعا من الضروري أن يتحدث القرآن هنا عن الظالمين لكي نحذر هذا المصير السيء يعني بعض الصحابة الكرام كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بل معظمهم كان يسأله عن الخير أبواب الخير كيف يرافقونه في الجنة كيف يتقربون إلى الله ولكن بعض الصحابة وهم قلائل كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة الوقوع فيه لكي يحذروا منه يسألونه عن الشر فإذن هنا القرآن عندما يقول لنا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت كل الظالمين الذين تراهم اليوم هؤلاء الذين يقتلون ويظلمون هؤلاء سيتعرضون لهذا الموقف إن لم يتوبوا إلى الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرج نفسك من هذا المأزق إن كنت صادقا أين المال؟ أين السلطة؟ أين الشهرة؟ أين الناس الذين كانوا يتزاحمون من حولك؟ الكل يتخلى عنه هل سمعتم بإنسان يدخل قبر إنسان آخر؟ أو يموت عن إنسان آخر؟ لا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إذن العذاب يبدأ مع خروج الروح وهذه آية واضحة جدا أخاطب بها أولئك الذين ينكرون العذاب بعد الموت هذه الآية تؤكد أن العذاب يبدأ قبل الموت وليس بعد الموت قبل الموت وهو في مرحلة سماها القرآن غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ما معنى الهون؟ عذاب مليء بالذل بالهوان عذاب مرعب عذاب يعني لا مثيلة لهم طيب ما الذي يجعلك أخي الحبيب؟ ما الذي يجعلك تخوض مثل هذا المصير؟ ما الذي يجعلك تلقي بنفسك في هذا المصير السيء؟ عذاب الهون لماذا؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق أنت تعلم أن الله حرم عليك هذه الأشياء فعندما تحل ما حرم الله أنت تقول على الله غير الحق عندما تستهزئ بكلام الله أو بعباد الله أنت تقول على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون عندما يأتيك شخص ويقول لك إن الله يأمرك بالصلاة وأقيم الصلاة وأتزكى فعل أمر من الله وأنت لا تستجيب وتدير وجهك أنت تستكبر عن آيات الله عندما يأتيك إنسان ويقول لك اتق الله هذا الأمر لا تظلم الناس لا تظلم ابنك لا تظلم زوجتك وأنت لا تستمع له هذا استكبار عن أمر الله فإذن القضية خطيرة جدا أيها الأحبة ينبغي أن نحذر ينبغي أن نستعد لمثل هذا اليوم طبعا هذه الدراسة أحبة في الله صدمت العلماء حقيقة دراسة صادمة بالنسبة لكثير من العلماء يقولون إنها الدراسة الأولى التي تمت في جامعة ليفل أنهم رصدوا الدماغ ميت قبل الموت وأثناء الموت وبعد الموت الذي حصل معهم أن هناك الصدفة كان جهاز مسح بالرنين مع نطيس الوظيفة FMRI كان يراقب نشاط الدماغ عند هذا الشخص الذي يحتضر وسجل كل شيء أغرب ما وجدوه أيها الأحبة أن الإنسان يتذكر كل حياته في لحظة الموت التي سماها القرآن غمرات الموت هل تصدق هذا؟ غمرات الموت تتذكر كل شيء وقبل أن أكمل الدراسة هناك منظمة أمريكية لتجارب الاقتراب من الموت أيضا نشرت خبرا عن فتاة دخلت في مرحلة الاقتراب من الموت وهي المرحلة التي يكون فيها الإنسان بين الموت والحياة فغالبا ما تنتهي حياته بالموت وفي حالات نادرة يعود للحياة يسمونها تجربة الاقتراب من الموت واقترب كثيرا ولكنه لم يمت بل عاد إلى الحياة هذه الفتاة قالت لقد رأيت نار جهنم هكذا تقول وهذا مثبت هذا الكلام على موقع هذه المنظمة الأمريكية تقول رأيت أن العذاب يتم بما يشبه المخالب الحديدية وفي لحظة رؤية العذاب كنت أتذكر كل شيء طيب هذه الفتاة لم تقرأ القرآن نحن عندنا آية في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الآية تربط بين رؤية جهنم أو العذاب أو الجحيم وبين ماذا التذكر انظر معي أخي الحبيب في سورة النازعات الله سبحانه وتعالى يقول يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فربط هنا بين تذكر ما قدمته يديه يدا وبين رؤية الجحيم فهذه الفتاة كانت تقول أنا كنت أرى الجحيم أمامي وبنفس اللحظة أتذكر الأفعال السيئة التي قمت فيها مثل تناول المخدرات مثل أشياء سيئة جدا بدأت تتذكرها وكأنها الآن تقوم بها طيب هذه القضية أيها الأحبة ينبغي أن تنبهنا لأمر مهم أنك أيها الإنسان لحظة الموت ستتذكر كل أعمالك السابقة طيب ما هو الدليل من القرآن العظيم انظر معي أخي الحبيب الدراسة العلمية التي تحدثنا عنها الآن والتي وجدت أن شريط ذكريات الإنسان يمر أمامه بسرعة أثناء الاحتضار أو لحظة خروج الروح لدينا دليل من القرآن في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب طيب لماذا يقول ذلك لماذا يطلب الميت المقصر في حق الله أن يعود إلى الدنيا رب لو لا أخرتني من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب من الذي رآه لحظة الموت إذن هو رأى أعماله السيئة رأى تقصيره في حق الله رأى أنه لم ينفق لم يتصدق لم يعمل الصالحات رأى عمله السيئ فيريد أن يعود للدنيا ليصحفح وينفق لذلك في آية ثانية حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت إذن هو رأى عمله السيئ وأراد أن يعود ليتوب ويعمل الصالحات في الآية السابقة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها في الآية الثانية حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا تأتيه الإجابة الصادمة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعث هنا أخي الخبيب لابد أن نتوقف وأن نستعد لذلك اليوم للأسف وسائل الإعلام العالمية التي تسيطر على توجيه عقول الناس تحاول دائما أن تنسيهم هذه اللحظات تنسيهم ماذا يوجد بعد الموت تشغل دماغك فقط بالدنيا والموت أمامك قريب لذلك ينبغي أن نعود للقرآن والعلم بنفس الوقت لأن القرآن يتوافق مع العلم تماما هذه الدراسة العلمية أيها الأحبة وجدت أن الدماغ يبقى في حالة وعي بعد الموت إذا لحظة الاحتضار اللحظة التي تخرج فيها الروح يتذكر الإنسان مسع يتذكر لأن هناك مركز الذكريات ينشط بشكل هائل أكثر من الأوقات العادية وهناك موجات كهراطيسية يبثها الدماغ أيضا مسؤولة عن التذكر أيضا يبثها بشكل كبير جدا مثل موجات جاما التي هي أسرع ذبذبات يبثها الدماغ هذه الذبذبات مرتبطة بحالة الوعي الشديد إذن أنت ترى الميت وهو يحتضر قبل الموت تظن أنه لا يرى شيئا هو بالعكس هو في حالة وعي شديد الله سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ويقول أيضا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حاد إذن هذا الذي تظنه يحتضر أنه لا يرى هو يرى أكثر منك ويسمع أكثر منك الدراسة التي قام بها قبل هذه الدراسة الدكتور سام بارنيا وهو مسؤول عن الحالات الخارجة والعناية المركزة قام بدراسة في جامعة نيويورك على ما أعتقد ووجد شيئا غريبا أن مركز السمع في الدماغ يبقى يعمل بعد الموت حتى إنه نشر خبرا قال إنه شيء مرعب أن الميت يسمع نبأ وفاته الميت بعد أن يموت عندما يأتي الطبيب ويقول لأهله إنه مات الميت يسمع في هذه الخالة والأجهزة لا تكذب أيها الأحبة الأجهزة سجلت كل هذه الأنشطة التي يقوم بها دماغ الميت من السمع إلى الإبصار إلى التذكر إلى حالة الوعي الشديد كلها مسجلة علميا لذلك لا يستطيع مثل هذه الدراسات أن ينكرها الملحدون إنها تثبت وجود حياة بعد الموت بشكل مؤكد إذن دعوني أختم بهذه الآية الكريمة عسى أن يجعلنا الله من أهل الجنة هناك صنف من الناس تتوفاهم الملائكة طيبين يقول سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته